أكثر وأصعب الأماكن اللي بيتوجهوا عليها الناس النازحين من بيوتهم المهجرين قصرياً بسبب الحرب هي الشوارع تعالوا أوريكم شوي من معاناة الناس في الشارع كيف موجود الوضع الأمني إذا أنت لما تخرج الحمام كيف تخرج الحمام؟ نقع من رأي الحمام نقع في دور حتى يعني الواحد يعني يزهج هو واقع في دور حتى ننقل حاجاتنا كم يوم لك متهجر إنت؟ أنا إلي متهجر من يوم لاثنين أنا من مساء السبب المواطن اللي اليوم متشرد من بيته إليه خمس أيام اليوم متشرد بسكن وبعيش وينام في الشارع على كرتون أغلب المهجرين اللي اليوم موجودين بيناموا بالشارع ليل مع نهار تسعين في المية منهم بيشتغلوا باليومية اليوم اللي ما بيشتغل فيه ما بعيش وهو في بيته فكيف اليوم وهو متشرد في الشارع لا مأوى لا ماء لكارباء حتى شحن جوال ما فيه عندهم متلاقين ما ينلطب انطريت أروى على عبسان في الخطر وأجيب برميل ثلاثين لتر وانو قلو على الفزبة وعبيه أصف طبور عند التحليا حوالي ساعة ساعة ونصف لما نعبيته وروح وديته ونقلته فوق على الطبق الثاني أسلمة للعيلة حتى يدخل الحمام أنا بعانا لما نفوت الحمام بعمل مية إحساب إحنا قاعدين مجردين ناكل ناكل حاجة بسيطة لما ندخلش الحمام لأنه فيش مية بدنا نوفر لأولادنا الصغار مية مع شنك إحنا بندبره طب والنساء وين يش يسوي هاي بنطالب منك يا عم توقفوا معانا بس أقولكو بدناش تعالوا عنا وشوف اللي تنسوي إحنا بنورين الشباب والله أهلاً 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 عزوز كيف حالة والله الحمد لله هنا عايشين أحلى عايشة ميش بتعمل هاي؟ ميش بعمل؟ بدور ندفل قهربة نشخن فيه من جوالان ليش قهربة بالمرة؟ الوضع صعب للغاية بنشوفوين ندفل طاقة بطارية يو بي اس مطعم محل سيارة بطارية ندور نفتح مطر السيارة عشان نشحن بطارية بنش كهربة بالمرة؟ كم ساعة تجي فيهم كهربة؟ بنشفاهش بنشفاهش بالمرة طب ليش إيش بتاكل جوال تشحنه؟ نشوفها أخبار بينا ناس برا ناس نتمن علينا إيش بتشتغل انت؟ مواطن قاعد باش بشتغل قاعد تشتغلش؟ بس بوضع الكهربة ايش؟ بوضع الكهربة صعب بالمرة على آخر؟ على آخر يعني الناس در يبنى من برا من السعودية بيطمنوا علينا على التواصل الاجتماعي بيش؟ ما نفتح ندب نفتح نطادق نطمن بيش؟ البوضع صعب بالمرة قصة الكهربة بالمرة معدونة لا كهربة ولا مية ولا أكد للناس وما مين في الشوارع؟ لا لقين عارفين ننام حياة مش حياة هادي بيش مساعدة موكالينا هاي؟ وين بتنام؟ بنام في الشارع أنا بنام ولا على الرسيف اللي اللي نملك ولا على الرسيف من أول يوم طلعت حتى اليوم أنا على الرسيف بق على الكرتون هايو على الكرتون يا بنام فيش فرشة؟ فيش مخدة؟ فيش ولا حاجة ولا هاي بحطرات الكرتون بسم الله طب كيف بتصرف؟ كيف بتأكل؟ بلنا خمسة شيكل مينة تلسة شيكل هاي العيش هاي الحياة كيف تروع الحمام؟ بروح لجنب السيارات ولا بجنب السيارات بسم الله اللي اللي بجنب السيارات يا كيف كيف ترع الحمام جنب سيارات جنب عجل سيارة من هنا بقى اشي تسوي يعني الحياة هاذا هي الحياة كلها حاطة النسوان بالالوف روح تفرض على المدارس بالالوفة الشعب يعني انت اليوم وانا يمت الشارع على البنكات مش حياة هادة هادة مش عيشة بغزة كبدي عيش وعلينا فاصل شتة جاي كمان علينا مارسين شتة جاي يعني بننام في الشوارع في الشتة بكرة مش حياة هادة مش عيشة هادة. ايش الوضع? والله وضع سيء. طلع في الشراء بتشوف الناس وضع حسيء مرميه عن رصيف. لا اكل لا شرب لا مياه لا ادوية الاكسامول تعال وجع الرأس اللي حبوه مش ما وجعه في السيدانيات. هادي مصيف. هالمية لا هم لقيل. لا ماء مالح ولا ماء حلو يشربوا. وضع لا حاجة بيرتلي يشربوها لا حبوه. وضع الناس سيء جدا ما محهم. في ناس ما محها شيكل. شيكل ما مح تشتري كاسة مية. كاسة قهوة محاش. مرميه على الرصيف على الكاراتين. هادة باي سبب. احنا ندفع التمن باي سبب كشعب. ولا واحد مدورة عليها. ولا واحد قال له وان انت. يرتموا في الشوارع باي سبب هادة. هادة مش منطق. ولا واحد برضاء. لا امم المتحدة. ولا اسرائيل. ولا اي واحد عربي بضع الواقع الواقع الموجودة هادة. كيف تشحن جوالك لما تشحن جوال. في الشاحن. فيش كهرة? ما فيه. توشحنته على السيارة. سيارة واحد طاحب هنا وقابلتها وروح شحنته جوال. من مبارح ما فيه. كيف تسمع الاخبار? فيش مش قادرين نسمع ايشي. مش قادرين. مش مفردنا ايش نجري. مش تشتري كارة نت بتشتريه بشكل وانت معاكش في ناس ما حشك تشتري. بتروح تفتحوا الجوال ما في نت. عرام عليكم. والله هذا ظلم. مش ظلم. اكبر من ظلم هذا. اتقوا الله في هؤلاء الناس الغلابة. بس لا اكتروا يا قلب.